نقش محافظ محافظة حضر موت وابخوت من ماضي مع وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الانتاج والتسويق السمكية غازي الأحمر بالمكلة نقش الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات الوزارة في آلية ضبط وتنظيم لوائح استياد الأسماك وتسويقها وتعميم الوزارة ذات الصلاة وتقييم مدى الالتزام بها وخلال اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي المهندس يسلم باب الغوم ومدير عام مكتب الزراعة والري بساحل حضر موت عبدالله العوب الثاني تم بحث تعزيز جوانب الرقبة والتفتيش البحري والشؤون الفنية كما جرت مناقشة نتائج برنامج النزول الميداني لتفقد الأنشطة السمكية في المحافظات الساحلية والمنافذ والاطلاع على مدى جاهزية المنشآت السمكية ومعامل التحضير ومصارع التعليب وتطوير عملية الإنتاج والتصنيع والتسويق وخلق قيمة مضافة للمنتجات